حكايا كثيرة عن إجرام الدوائش رواها لنا أبو يونس الذي يأس من حياته في العراق ففر إلى الأردن مع عائلته بعد أن تيقن أن لا أمل من الخلاص من مخالب إيران التي يراها وداعش وجهان لعملة واحدة إيران لتمتنا لتمات مات النسي داعش وإيران وجهان لعملة واحدة علبة سقائر كانت كافية في مفهوم داعش لخطف الأخ الأصغر لأبو يونس في محافظة كاركوك وتكفيره وإعدامه ودفنه في مقابر جماعية راح يعني يجيب سقائر في هالحتي هم جايين بسيارتهم يعني قبل ما صار الدنيا غروب شايفين أخذه ليه إيش لأنه رأيتهم الدخان حرام ولدخن هذا كافر أبو يونس الذي لم تبرد نار قلبه بمقتل البغدادي لديه رسالة للقرشي زعيم داعش الجديد أحب أن أقول للقرشي اللي عينوه رئيس تنظيم داعش باوع للي قبلك أبو بكر البغدادي شقد ذبح شقد كتل شنو مصيره باوع للقبله أبو مصعب الزرق قاوي إسامة باللادن شوف شنو مصيرهم إن شاء الله يكون مصيرك مثلهم وأخس شقد ما كتلتو شقد ما ذبحتو إرادة الشعوب أقوى من إرادتكم إرادة السلام والحياة والإنسانية تبقى وأنتو إلى مذابل التاريخ سمية لديها سلاح فتاك تريد أن تواجه به الدواعش ظنا منها أنه سيلقى لديهم آذنا صاغية إذا هم الدواعش يستعملون الإسلاح إحنا رح نستعمل الحب والطيبة والسلام والله ينصرنا إن شاء الله يعني عمار الهندي العربية عمان ترجمة نانسي قنقر